اهلا بكم موضوعنا نهاردة ازاي نضيف نظار صوتي لدائرة شحنة تي بي اربعين ستة وخمسين عارفين ان دائرة تي بي اربعين ستة وخمسين هي دائرة مثالية لشحن بطارات الليسيوم ايون التلاتة وسبعة من عشر فولت وفصل طيار الشحنة عند الاكتمال عند اربعة واتنين من عشرة فولت وفي لدات ولكن بعض الاصدقاء طلبوا مني اضافة انظار صوتي للمديول ده اهمية الانظار الصوتي في حال انك بعيدة عن الدايرة يعني اللدات لازم تكون موجودة الدايرة قدامك وانت بتراقب الشحن بنفسك ولكن الانظار الصوتي بيمكنك عن بعد معرفة ازا كان البطارية تمت الشحن ولا لأ لسرعة استخدامها مرة اخرى او فصلها من المديول. كمان لو بتستخدم دائرة الشحن داخل او غلبة مغلقة فاللدات مش هتكون واضحة معاك من داخل البوكس. وبالتالي بنلجأ اليه اضافة انظار صوتي عند اكتمال الشحن. فالنهاردة طريقة بسيطة جدا ومكونات متوفرة. هنشوف ازاي نعمل انظار صوتي الاكتمال شحنة بطاريات الليسيام تلاتة وسبعة وعشرة فولت. ما تنسوش طبعا دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. ونلتقي بعد الفاصل. شرحنا دائرة اي سي اربعين ستة وخمسين في اكثر من الفيديو. هسيب لحضراتكم روابط الفيديوهات في وصف فيديو النهاردة. وبشكل سريع اطراف اربعين ستة وخمسين. هنهتم بيه الطرف رقم ستة وسبعة. دول الطرفين لدات الانديكيشن. فيه هنا موجب الخمسة فولت. اكتمال الشحن اللد الازرق ومعاه مقاومة تقريبا بتكون واحد كيلو اوم. واللد التاني. لد الاتشارج. لد الاحمر. ومعاه مقاومة واحد كيلو اوم. بالشكل ده. في حال الشحن بيكون الجهد هنا خمسة فولت. بيكون الجهد هنا سفر فولت. ده بالنسبة للطرف رقم سبعة. الطرف رقم ستة بيكون هنا خمسة فولت وبيكون هنا خمسة فولت. وبالتالي اللد الازرق ما بيكونش يشغل. وعند اكتمال الشحن بينخفض الجهد الخمسة فولت هنا على الطرف رقم ستة. الى الصفر فولت. والعكس بالنسبة ليه الطرف رقم سبعة من الصفر فولت بيرتفع للخمسة فولت. فده من حال من اتنين. اما نستغل انخفاض الجهد رقم ستة عند اكتمال الشحن من الخمسة للصفر فولت. او نستغل ارتفاع الجهد على الطرف رقم سبعة من الصفر فولت دي الخمسة فولت. في حال استغلال انخفاض الجهد فاحنا هنستخدم ترانزيستور بي ان بي. ولو اشتغلنا على ارتفاع الجهد الطرف رقم سبعة فهنستخدم ترانزيستور ان بي ان. لان عارفين الترانزيستور الان بي ان بي ان بيعمل على الطيار المجب. والبي ان بي بيعمل على الطيار السالب او انخفاض الجهد. فتعاروا مع بعض نشوف اللي هنستخدمه مهاردة سماع بيزو دي سي خمسة فولت او تلاتة فولت ترانزيستور بي سي خمسمائة سبعة واربعين ان بي ام ومقاومة الفين ومتين اوم وطبعا الميديول التي بي اربعين ستة وخمسين تايب سي اللي موجودة عندي وخولدر وبطارية ليسيوم تلاتة وسبعة من عشرة فولت. فتعال نشوف المخطط هيمشي ازاي لو هنستخدم ترانزيستور بي سي خمسمائة سبعة واربعين ان بي ان ترانزيستور فهنستخدم من موجب الخمسة فولت سماعة بيزو ده شكل المخطط السماعة البيزو الموجب مع الطرف موجب الدايرة او الموجب الميديول والسالب مع ترانزيستور وهنا البيز والايمتر. الايمتر طبعا مع الارض او السالب. وهي المقاومة الاتنين كيلو هنوصلها من الطرف رقم سبعة للترانزيستور. في حد يقول لي ممكن ناخد من ترانزيستور للطرف ده من المقاومة ما بين الليد والمقاومة مباشرة بدون مقاومات ونستغل المقاومة دي. طبعا ده مش هينجح عمليا. وهي اتمنى تسهولي في تعركات السبب. الناس اللي متابعة معينا. فتعالوا مع بعض نشوف التوصيلة دي هنعملها ازاي? بكده نكون خلصنا دايرتنا. تعالوا مع بعض نشوف بطارية ليسيوم ونجرب. معانا بطارية ليسيوم وشاحن تايب سي. بمجرد منوصل الشاحن بدون البطارية الليد الازرق بيكون مضيق في الميديول وبالتالي الانظار الصوتي هيشتغل. فهنجرب مع بعض دايرتنا شغالة ولا لأ? بدون البطارية الاول. تعالى الاتنين ليد في اضاءة. بمجرد توصيل البطارية الانظار الصوتي توقف واللد الاحمر اضاء. وبالتالي البطارية في حالة شحن حاليا. تعالوا نتابع جهد الشحن. ده جهد البطارية. اربعة وسبعة من مية. هننتظر لاتتمال شحن البطارية وهي هنشوف الانظار الصوت هيعمل ولا لا. زي ما حضرتكم شايفين عند الوصول لاربعة وطمانتاشر من مية فولت بدأ الميديول يفصل الشحن ويعطي انظار اكتمال شحن البطارية. فبكده تكون بطاريتنا شحنة بالكامل عند الوصول لاربعة وطمانتاشر من مية. هنقيس الشحن. تقريبا تغير الشحن متوقف. اتمنى اعرف رأي حضراتكم في التعلاقات. وفي اخر الفيديو ما تنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونلتقى في الفيديو جديد ان شاء الله. سلام.